اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وستمعهم وسمعت أخبارهم لسمعت منهم أن الكثير من هؤلاء كانت سبب توبته حكمة ذلك الداعي وأسلوب ذلك العالم لأن الأسلوب في الدعوة إلى الله جل جلاله هو الأساس يروى أن أبا حنيفة رحمه الله كان له جار من الشباب الذين ابتلوا بشرب الخمر أبو حنيفة يقضي ليله بطلب العلم وبالقراءة وباستخراج المسائل واستنباط الأحكام والدعاء والقيام والبكاء ويفصل بينه وبين جاره جدار وهذا الشاب من شاربي الخمر كل ليلة يسهر كل الليل يغني ويقول الشعر ويزعج أبا حنيفة لم يكلمه أبو حنيفة مرة وكان مما يقوله الشاب أضاعوني وأي فتى أضاع وكان أبو حنيفة يدعو له ويتفكر له ويصبر عليه وفي يوم من الأيام أمسكت الشرطة بهذا الشاب ووجدوه مخمورا غلب عليه الخمر فأخذوه وحبسوه عدى أبو حنيفة رحمه الله فلم يسمع ذلك الصوت الذي أليفه في كل ليلة فذهب إلى بيت جاره وسأل عنه فقالت أمه يا إمام لقد وجدته الشرطة مخمورا فأخذوه الآن لو بدألك شو بتتوقع كان رد أبو حنيفة رحمه الله قل لي ارتاح قال يا رب لك الحمد أن أرحتني من هذا الجار المؤذي لبس جبته ولبس عمامته ثم ذهب إلى رئيس الشرطة فطرق باب الدار خرج فوجد أبو حنيفة أبو حنيفة يا إخواني في الله مش أي عالم ولا إمام الإمام الأكبر إمام أهل زمانه الفقيه الأعظم صاحب المذهب العظيم مذهب الإمام أبو حنيفة فقال له لما جئتنا يا إمام هل لا طلبتنا فنحن جئناك هؤلاء العلماء الربانيون الذين لم يقفوا على أبواب السلاطين لأجل حاجة شخصية إنما من أجل حاجات الناس فقال له لا إنما عندي جار قبضت عليه الشرطة وأريد أن تفرج عنه قال من دون أن أعلمه اعلم أننا سنفرج عن الذي تقول عنه فذهب معه إلى مكان الشرطة فأشار إلى الشاب وخرج فالشاب استغرب جاري الشيخ الإمام العالم الخطيب المعروف جاي يحكي فيي أنا أنا الشاب السكير الذي أشرب الخمر الذي أقع بالمعاصي الذي أوذي جاري كل الليالي التي مرت وأنا أشرب الخمر وأغني وهو صابر علي والآن عندما دخلت إلى السجن هو بنفسه جاء إلي ليخرجني من السجن فصار الإمام أبو حنيفة يمازحه ويلعبه فقال ها هل أضعناك كنت تقول أضعوني وأي فتى أضع والله ما ضيعناك فبكى ذلك الشاب وقال يا إمام والله لقد أثر بي فعلك كثيرا واعلم أن هذا الفعل الذي فعلته معي هو سبب لتوبتي بإذن الله جل جلاله فأعاهد الله تعالى وأعاهدك من اللحظة أني لا أرجع إلى الخمر أبدا وفي ذلك قال الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال جل جلاله كذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كثير من الملتزين اليوم في هذه الأيام يكون سببا في تنفير العصات لا في إقبالهم ومجيئهم إلى رب الأرض والسماوات اتصل بي البارحة أحد شباب المسجد في وقت متأخر من الليل قال يا شيخ أعذرني ولكن أريد منك أن تقابل هذا الشاب قلت ما الأمر قال يا شيخ شاب تائب وأحبك أن تجلس معه ولولي وقت قليل وفعلا التقيت به الظاهر شاب بعيد عن الالتزام وعن الدين وعن التدين شكلاً وعندما وقفت معه وسلمت عليه وسألته عن خبره قال يا شيخ بفضل الله أكرمني الله تعالى بالتوبة فسألته ما سبب التوبة شو السبب الأساسي شاب كان أصرف على نفسه بالمعاصي أخبرني معاصي عجيبة من شرب للخمر وغير ذلك فأقول له شو سبب التوبة الأساسي الذي وفقك الله جل جلاله بسبب هذا الأمر أن عدت إليه في هذه الأيام قال يا شيخ كان في أحد شباب المسجد في بينه بينه غرض دنيوي بدي أشتري منه أمر فاتصلت به فقلت أريد أن أشتري منك كذا وكذا فقال لي تعال صلي معنا العشاء وبعد العشاء أعطيك ما تريد قال له لا مش قادر ما فيه ندخل على المسجد وهو يعلم ويقول كنت شرباني شيخ لا أريد أن أدخل للمسجد كيف أدخل للمسجد وأنا قد شربت الخمر فيقول فقلت له أنتظرك خارج المسجد فخرج الشاب الملتزم من شباب المساجد فيقول هذا الشاب وكانت زجاجة الخمر بجانبي فوقف على باب السيارة فنظر إلي ونظر إلى زجاجة الخمر فبقولي الشاب كنت متوقع يقول لي اتق الله خاف الله دين رمضان عم تشرب برمضان ما بجوز ويحرم عليه وغير ذلك من الكلام فيقول فاستغربت فعاملني بكل لطف وبكل أدب وبكل أخلاق وما جاب سيرة الخمر ولم يكلمني بكلمة عن الخمر فاستغربت وأحببت هذا الأمر منه ثم اتصل بي مرة أخرى وتواصل معي وبدأ يرغبني ويحببني بالدين شيئا فشيئا ولم يذكر للخمر قال يا شيخ هذا سبب توبتي قد يظن كثير من الناس أن آية سمعها من فلان أو حديث أو موعظة سمعها من فلان أو علان أبدا يا أخواني في الله أحيانا الصبر والحكمة في التعامل مع هؤلاء العصات وعدم التسرع في بيان المعصية التي يقع فيها وعدم التسرع في اللوم والحكم على هذا وذاك أنه عاص أو في النار يكون سببا في التوبح لذلك رسالة إلى الدعاة إلى العلماء إلى الوعاظ إلى الغيارة على الدين غيرتك مطلوبة ولكن حتى تؤتي أكلها لابد من الحكمة لذلك من أجمل ما قرأت في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره قالوا في التفسير وفي شرح الحديث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلينكره حال كثير من الدعاة اليوم إذا بشوف أي معصية الوهم هو ينكر قول لك يا شيخ أنا الوهم عملت إلا عليه وأنكرت لا 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 أنت لست مطالب بالإنكار أنت مطالب بالتغيير هل إنكاري بهذا الأسلوب سيغير أحيانا بعض الأسليب وهو قال لي البارحة الشاب هذا الكلام قال لي يا شيخ شايف لو حكاني وأنا ابني والله يمكن أزداد ولكن سكوته وصبره علي طبعا هذا الشاب قلبه يحترق عندما رأى شاب من شبابنا المسلم في رمضان يشرب الخمر قلبه يحترق لكنه امتنع عن الكلام الآن لحكمة حتى يرى المكان الأنسب والأسلوب الأنسب لدعوة هذا الشاب إلى الله جل جلاله نبينا أمرنا أن نغير لا أن ننكر فاشتهد وتفكر في أعظم طرق التغيير حتى تكون نائبا حقيقيا لحبيبك صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر